السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلبة والطالبات الله بالصف السهل السنوي اهلا رحمة بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد فضل الناس امر الاول مرة تابعنا اشتري في القناة وفعل زر الجرس حتى اصل كل ما هو الجديد طلاب الكرام اهلا بكم في سلسلة حل كتاب المثالي قسم علم النفس والاجتماع طبعا احنا زي ما امتعرفين ماشيين في السلسلة دي وان شاء الله كده بفضل ربنا عز وجل وفضل متابعة بتاعتكم قربنا ان شاء الله ننتهي من كتاب المثالي اه جماعة كان في ملحوظة مهمة جدا بس احب نوعها لها في البداية الناس بتتكلم وتقول يا مستر عايزين شرح السؤال اكتر من كده اه انا عايز بس تعليقاتكم عشان افهم الصورة كويس بس هل انتم فعلا شايفين كده ان انا السؤال بيتجواب بسرعة جدا جدا درجة ان في ناس بتقول يا مستر انت كده بتعدي الاسئلة علينا خلاص يا جماعة انا هدف في الاول في الاخر ان انا اديك الاجابات الى حد ما اللي احنا مختلفين عليها واقولك الاجابة كانت ليه كده او بمعنى اصاح في النظام الجديد انا عايز اديك كم اكبر من الاسئلة فانا لو طولت اكتر من كده في شرح السؤال الواحد الفيديو ده هيبقى يعني ساعة ساعتين ترات اربع ساعات لان احنا بنتناول سبعين سؤال وتمانين سؤال واحيانا مية وحاجة سؤال فانا هحاول قدر المستطاع يا جماعة ان انا هطول شوية في شرح الفيديو او شرح السؤال وهقول احنا اخترنا ليه الاجابة بالتفصيل 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 بس الدور بقى عليكم انتو بقى ما حدش يميل ويجي يقول لمستر الفيديو طويل شوية هنبدأ ما بعد الوقت ونشوف ويا ريت بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتات هل كده يعني الرواية بقت واضحة جدا على العموم الدرس اللي معنا النهاردة درس خطير جدا لان هو مضمون في الامتحان ده يعني بنسبة كبيرة جدا اللي لازم يكون موجود في الامتحان والاسئلة بتاعته يعني بتكون الى حد ما مش هنقول غامضة شوية ولكن الدرس ده مهم جدا احابب تعرف ان هنكمل ايه او هنتابع ايه في الفيديو ده ان شاء الله هنجاوب او هنحل اسئلة الدرس الاول من الوحدة التانية علم اجتماع يلا بينا كده شباب شنطولنا في المقدمة دي تعال نشوف كده الاسئلة هنفصصها ازاي وهنوضحها ازاي بس انت جاهز الوراء والقلم عشان تكتب كل كلمات مفتاحية ان شاء الله ممكن نتوصل اليها مع بعض يلا بينا يا شباب نتقابل عند الاسئلة شباب الكرام اهلا بيكم مرة تانية ورجعنا البعض ومعنا الاسئلة ويلا بينا كده شباب ننطلق على برات الله الدرس بيقولي علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاخرى يلا بينا يا شباب نشوف الاسئلة بيقولي دراسة مجرية الكون خلي بالك اركز اهو نقولش ان احنا بنتصرع في الاجابات الكون ككل في علمي شامل بيدرس الكون خلي بالك في فرع من فروع العلم بيدرس الكون هتقولي الفلسفة هقولك تمام تعال نكمل وسبب نشوقه وعوامل قيامه من جانب ودراسة جزء صغير احنا اخدنا كده جزئية لبيدرس الكون كله ونشأته تفعل نية الفلسفة ودراسة جزء صغير او ظاهرة معينة من الظواهر الاجتماعية مين بيدرس الظواهر الاجتماعية اكيد طبعا علم الاجتماع بالتالي هنا الاجابة هتكون الفلسفة وعلم الاجتماع تعال كده ننزل الاختبارات هنلاقي رقم الف هي المناسبة الفلسفة وعلم الاجتماع طيب هل المفروض يبقى فيه ترتيب على التوالي اه المفروض في الكتاب ده يبقى فيه ترتيب على التوالي بمعنى ان يجيب لي الفلسفة الاول وبعد كده علم الاجتماع زي ما حصل في السؤال خلاص كده طيب نروح ليه السؤال رقم اتنين بيولي الدراسة العلمية ركز على كلمة دراسة علمية لانتاج وتوزيع واستهلاك السلع السلع دي طبع علم ايه الانتاج طبع علم ايه طبع علم الاقتصاد كلم جميل جدا تمامي احنا كده هنتكلم على علم الاقتصاد طبعا الدرس عنوان وعلاقة علم الاجتماع بالعلوم الاخرى فهين هتكلم على علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع ليه وانا في سلع وانا في انتاج تعال كده نشوف السؤال اللي بعد ورقم 3 سيارة رقم 3 بيقول يرى دوركايم أن الفكر السوسيولوجي الخاص بالسلوك الاجتماعي يتجه نحو الامتداد عن طريق التقدم الطبيعي لكي يصبح فكرا فلسفيا ده إيه الوضوح ده؟ ده إيه السؤال المباشر ده؟ فكرا فلسفيا؟ تمام فكرا فلسفيا معنا كده أنه هو عايز يختار الفلسفة كويس جدا إيه بحنا نختار نفس القصة علم الاجتماع والفلسفة فالليه؟ السؤال بيتكلم عن التقدم الطبيعي لكي يصبح فكرا فلسفيا طيب تعال نروح ليه سؤال رقم 4 سؤال رقم 4 بيقولي درست الأفكار والمشاعر التي يخبرها الفرض في مواقف التفاعل مع الآخرين تشير إلى علاقة بينه طيب تعال نشوف درست الأفكار والمشاعر التي يخبرها الفرض في مواقف التفاعل مع الآخرين طب أنا اتكلمت عن مشاعر يبقى اتكلمت دلوقتي أنا على علم النفس يبقى اختار علم النفس والاجتماع لأنه بيكلمني على المشاعر تمام كده شباب طيب هتيجي تقولي الانسر بلوجيا هو لك الانسر بلوجيا ده اللي وقته وقت معاني الوقت تفاعل مع النظم أو الإنسان داخل النظم تعال بس كده ننتقل ليه سؤال رقم خمسة العلوم الاجتماعية تتعامل مع مبادئ التنظيم وحكومة المجتمع البشري التنظيم والحكومة انت بتكلم كده على سياسة مصر هولا كده نكمل وتوجه دراستها إلى نمو وتطور الدولة لا كده الموضوع وبقى السياسة هتقول ليه علم الاجتماع والسياسة هقولك لو بتكلم عن الدولة والتنظيم خلاص كده يبقى احنا هنختار هنا علم الاجتماع والسياسة يبقى خمسة هنختار باء هتمنى كده يكون فيه يعني أريحية أو بتاخد وقتك في التفكير لأن الطريقات بصراحة اللي كتبت يعني مش هقول مستفزة شوية ولكن الانسر بتقول يا مستر انت بتعد عينينا الأسئلة وخلاص هدينا ماشيين واحدة واحدة هوا وبالراحة ويريد بها تسجل المفاتيح دي بعد كده بيقول لي يعد بمثابة المركب التنظيمي الذي يرسم طريق قرارات وأفعال الفرد أو أفراد المجتمع وهم ينظمون وقتهم ويقضون وقتهم ونشاطهم وقدراتهم ويستخدمون الموارد المتيسرة لهم لإنتاج وتوزيع السلع أنا في أول سؤالك بصراحة كنت تاهي كنت مش عارفوا هوا الدين الفين لكن في الآخر رأيته بيقول لي إنتاج وتوزيع السلع والخدمات التي سوف تتجه لإجباح حاجاتهم خلاص الموضوع منتهي نمسك جليل من شوي خدمات والسلع وإنتاج يبقى احنا في علم الاقتصاد يبقى ستة هختار ده العلم الاجتماع وعلم الاقتصاد يا شباب منتظر تعليقاتكم منتظر تعليقاتكم هشوف الدنيا راحة فين سبعة بيقول لي دراسة التقاليد والعادات والعلاقات بين النظم الاجتماعية والعلاقات بين الناس أول ما يقول لي دراسة العلاقات بين النظم الاجتماعية يبقى أنا بتكلم عن أنثرو بلوجيا لأنه هو علم دراسة الإنسان داخل النظم أو من خلال النظم الاجتماعية تقول لي ليه السؤال ده أقول لك علم على كلمة العلاقات بين النظم رقم تمانية بيقول لي دراسة حالات الأفراد وأنماطهم الاجتماعية والسلوكية بالتجربة والملاحظة في دائرة شخصية الفرد والإطار الاجتماعي مين اللي بيدرس السلوكيات ومين اللي بيدرس الدائرة الشخصية طبعا هو أكيد علم النفس هتقول ليه هقولك سلوكيات السلوك ده خاص بعلم النفس وما قالش كمان سلوك اجتماعي ده هو بيقول دائرة شخصية يعني فردية دعالنا نروح ليسوا الرقم 9 بيقول دراسة التشكيلات الاجتماعية النهائية للمجتمع من خلال تناول خط سيرها خط سيرها ده يا مستر هيكون تاريخ يا ام هيكون حاجة تانية تعال نشوف كده خط سيرها منذ بداياتها إلى أن وصلت إلى شكلها النهائي المتمثل بالمؤسسات والمنظمة ده موضوع النظم ده ده علم الأنثروبولوجيا هو اللي بيدرس الإنسان داخل النظم طب هو بيقول لي تتبع تاريخها أو تتبع خط سيرها يعني بيتكلم عن الماضي بتاعها إذن هو التاريخ تعال ننزل الاختراض ونشوف أيهم أقرب بيقول لي علم الاجتماع والفلسفة ما فيش فلسفة في سؤال خالص بيقول لي علم الاجتماع والسياسة لا توجد سياسة بالمرة بيقول علم الاجتماع وعلم النفس ما فيش أي سلوكيات خالص ولكن هنا هختار علم الاجتماع وعلم التاريخ لأنه بيقول لي تتبع خط سيرها منذ بداياتها إلى الآن يبقى الموضوع في شق تاريخي نروح ليه سؤال رقم عشر سؤال رقم عشر بيقول دراسة كيفية كيفية تصرف البشر المعاصرين في مجموعات اجتماعية كلمة معاصرين هي جماعة لها معنى مختلف خالص معاصرين يعني عايشين الحدث شاهدوا على الواقع أو شاهدين على الواقع اللي بيحصل ده ده شرط من شروط علم الأنثروبولوجيا لأن الأنثروبولوجيا بيشترط عليك أن هي دراسة عينية أو دراسة كيفية علاجية لازم تكون متواجد أثناء الحدث ده فاحنا هنختار هنا علم الاجتماع والأنثروبولوجيا رقم 11 يا شباب بيتكلم عن دراسة العلاقات بين الأفراد والتفاعل فيما بينهم والتركيز على سلوك الأفراد ضمن المجتمع لو قال لي على السلوك مباشرة أنا هطلع أجري بسرعة على علم النفس والاجتماع يبقى علاقات وتفاعل وتركيز على السلوك يبقى أنت في علم النفس أنتقل ليه سؤال رقم 12 بيقول سن قوانين الزواج طبعا القوانين دي شغلانة سياسة بامتياز يبقى تخلي بالك القوانين والتشريعات هتختار علم الاجتماع وعلم السياسة تمنى تكون الأسئلة واضحة كده سؤال رقم 13 دراسة الكيفية الطريقة يعني التي عليها ينظم الناس استخدام الموارد لإجباع رغباتهم وحاجتهم الموضوع فيه موارد إحنا متفقين الموارد والسلع والإنتاج إذن هو علم الاقتصاد صح جد ننتقل ليه سؤال رقم 14 كيفية تنظيم البشر بشكل أفضل من أجل تحقيق السلام من المسؤولات يحقق السلام طبعا هو علم السياسة من الشغل أنت هو يعمل التنظيمات أو التنظيم بشكل عام طبعا هو علم السياسة لأنه هو مسؤول عن القوانين يبقى أنا كده لقيت كلمة السلام أو حتى كلمة الحرب والصراعات والنزاعات الدولية يبقى أختار السياسة سؤال رقم 15 العلم الذي يهتم بدراسة السلوك الاجتماعي الذي يأخذ شكل أنماط اجتماعية خلي بقى من الجادي كالعائلة وأنواع القرابة والحزب السياسي دي اسمها نظم اجتماعية اللي بيدرس الإنسان وسلوك الإنسان جوه النظم دي هو علم الأنثروبولوجيا الأنثروبولوجيا يبقى رقم 15 اللي اخترت الأنثروبولوجيا ليه؟ عشان فيه نظم اجتماعية والفرع الذي يهتم بدراسة الإنسان داخل النظم هو فرع الأنثروبولوجيا هنطاقل معاك لسؤال رقم 16 فهم التأثيرات السلبية والإيجابية للخبرات الاجتماعية المميزة والعابرة ومستوى تفاعل الفرد معها هنا أنا عايز أتكلم على هتكلم معاك على التأثيرات السلبية أو الإيجابية للخبرات الاجتماعية يعني مدى تأثير الصياق الاجتماعي زي ما كان بيقول سلمون إيش على سلوك الفرد فأنا هختار معاك هنا علم النفس والاجتماع تعال نحللها ليه هل السؤال فيه سياسة مستحيلة يبقى بقى مستبعدة هل السؤال فيه فلسفة طبعا مستحيلة يبقى الفلسفة مستبعدة هل السؤال فيه أنثروبولوجيا اللي هو المجتمعات البدائية والإنسان البسيط أو المجتمع البسيط والبعيد عن التعقد لا هو أنا اتكلمت على جزئتين الجزئية الأولى تأثيرات الاجتماعية تمام هو بيكلمنا عن تفاعل الفرد أو سلوكيات الأفراد فأنا هختار علم النفس سؤال رقم 17 بيقول تدرس الترابط ما بين النظم في حاجة بتدرس الترابط ما بين النظم كلام جميل جد خلي بأيك من كلمة نظم احنا متوفقين عليها في المجتمعات المتحضرة أو في المجتمعات التاريخية أول ما يقول دراسة النظم فأنا هختار دايما الأنثروبولوجيا هي مهتمية بدراسة الإنسان داخل النظم نتقل معاك ليه سؤال رقم 18 دراسة فهم العمليات النفسية ده فيهن ده في علم النفس خلاص ثبت معايا كده وطرق تفاعلها وتأثيرها بالمؤسرات وتأثيرها بالمؤسرات والمتغيرات الاجتماعية ومدى مساهمتها في تطوير وتكوين شخصية الفرد لا يا مستر موضوع كده تأكد تكلم على عملات نفسية وبتكلم على شخصية الفرد الموضوع كده منتهي هو علم النفس يبقى طبعا 12 يختار جيم علم النفس ننتقل مع بعض لسؤال رقم 19 يسعى إلى تحليل ووصف الانتاج وتوزيع الاستهلاك لا مستر الموضوع كده مقرر انتاج توزيع استهلاك يبقى بالزبط كده هو علم الاقتصاد نروح معاك ليه سؤال رقم 20 يقول دراسة الحياة الاجتماعية بمختلف أشكالها ونتيجة الحوادث الاجتماعية وطرق تطورها تعال نوقف عند كلمة تطورها كلمة تطورها لأنا خدتها بمعنى تاريخي هيبقى علم الاجتماع والتاريخ كلمة تطورها لأنا خدتها من المجتمعات البسيطة خلي بقى لك البسيطة للمعقدة هيبقى معناها الانثروبلوجيا وأنا لما دورت كده في الاختيارات لقيت فلسفة قلت المستبعى ده خالص سياسة بعيدة جدا علم النفس بعيد تماما ولكن هو الانثروبلوجيا وخليك مركز على كلمة تطورها ممكن تاخد معاك معنين يبقى مشق تاريخي بعلم الاجتماع والتاريخ يبقى تطورها من البسيط إلى المعقد يبقى أنت بتتكلم على الانثروبلوجيا عشان بيدرس المجتمعات البسيطة يعني ننتقل ليه سؤال رقم 21 دراسة توزيع القوة في المجتمع قوة خلي بلاك من كلمة القوة وقواعد استخدامها وآثار هذا الاستخدام يشير إلى العلاقة بين طبعا أول ما نتكلم عن القوة والحروب والكلام ده كله يبقى أنت بتكلم عن السياسة تعال نشوف كده علم الاجتماع والفلسفة مستحيلة شوية علم الاجتماع وعلم السياسة طبعا أقربهم سؤال ما فيهوش تاريخ وما فيهوش سلوكيات أو عملات نفسية لشي نختار علم النفس يبقى في سؤال 21 أنا اخترت علم الاجتماع والسياسة عشان بيكلمني عن توزيع القوة في المجتمع سؤال رقم 22 بيقول الدراسة العلمية للإنسان ككيان اجتماعي والخصائص النفسية ركز معي على كلمة الخصائص النفسية حط خط بها اكتبها عندك انت برحتك وأنماط التفاعل والتأثيرات المتبادلة بين الأفراد كلام ده طبعا بيكون في علم النفس بشكل قاطع جدا عشان بيكلمني عن الخصائص النفسية يبقى اختار علم اجتماع وعلم نفس سؤال 23 بيقول الاهتمام بدراسة تأثير البيئة خلي بالك من كلمة البيئة دي الاجتماعية في نشقة الشخصية الإنسانية يشير إلى العلاقة بين طيب كلمة البيئة هنا بنتكلم بيها عن الوسط اللي انت عايش فيه امتى الوسط اللي انت عايش فيه او النظام اللي انت عايش جوي أسر في شخصيتك الكلام ده من تخصص علم الانثروبلوجيا لانه هو بيتكلم عن النظم بالبسيطة او علاقة الانسان داخل النظم او تفاعلات الانسان داخل النظم يبقى احنا كده سؤال 23 اختارنا فيه الانثروبلوجيا لو عايز تعرف ليه هو بيتكلم عن تأثير البيئة اصده عن تأثير النظم داخل او الفرض وعلاقته بالنظم أو دراسة الإنسان من خلال تواجده في النظم الاجتماعي سؤال رقم 24 بيقول أثناء صياغة القوانين قوانين تاني يا مستر آه خلاص بقى سبتت معايا كده قوانين بقى دايما هختار علم السياسة تمام يا شباب ننتقل مع بعض لسؤال رقم 25 الاهتمام بالحالة الراهنة للأبحاث التجربية وحدودها ونتائجها ومناقشة أهم القضايا الخاصة بالعلوم الاجتماعية كالكلية كلمة دي برضو هتصير انتباهنا شوي احنا عايزين فرعي بيهتم بالكليات والفردية والتفسير خلي بيرك برضو كلمة التفسير دي هتفيدنا والسبب والوظيفة ونمط وجود وكلمة الوجود هتفيدنا وجود الوقاعة الاجتماعية طبعا اللي بيعلمي بيبحث عن الكلية وبيبحث عن التفسير وبيهتم بالوجود والعدم والكلام ده يبقى أنا في علم الفلسفة ولكن خلينا ننزل الاختيارات ونشوف أيهما أقرب للصواب هل السؤال بيتكلم عن السياسة مستبعدة تماما هل السؤال بيتكلم عن شيء خاص بعلم النفس مستبعدة تماما هل السؤال بيتكلم عن أنثربولوجيا معتقدش خالص ولكن الأقرب لها هو علم الاجتماع والفلسفة ننتقل لسؤال ستة وعشرين بيقول دراسة الطبقات الاجتماعية خلي بقى من كلمة الطبقات الاجتماعية والمجتمعات القديمة والمجتمعات المتقدمة طبعا اللي بيتكلم عن المجتمعات البسيطة والمعقدة والكلام ده أنه هو علم أو فرع الأنثربولوجيا ننتقل معاك لسؤال رقم سبعة وعشرين يدرس السلوك الاجتماعي خلي بقى من كلمة السلوك خلي بقى من كلمة السلوك هتبنها أكتر من مرة للفرد والجماعة كالاستجابة أعلم طبعا عن كلمة استجابة والمسئرات طبعا استجابة ومسئر ده شغل لأساسا صميم علم النفس يبقى أنا كده هختار علم النفس نكلمني عن السلوك كلمني عن المسئر كلمني عن الاستجابة يبقى سبعة وعشرين علم النفس هنتقل ليه سؤال رقم تمانية وعشرين بيقول دراسة جوانب التشابه والاختلاف بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية التشابه والاختلاف ده حصل ما بين علم الاجتماع وبين الفلسفة لأن علم الاجتماع يستخدم أساليب المنهج العلمي اللي هو العلوم الطبيعية يعني والفلسفة لا تستخدم أساليب المنهج العلمي بقى أنا في 28 هاختار الاجتماع والفلسفة ننتقل ليه سؤال 29 بيقول دراسة العلاقات السببية بين الظواهر الاجتماعية خلي بالك العلاقات السببية دي بيربط زواهر بالإضافة إلى كيفية وضع القوانين المنظمة للمجتمع طبعا أنت هناك شملت عملت نوع من أنواع الشمولية فكده أنت انتقلت ليه الفلسفة وشينفع فيها سياسة تماما لأنه بيقصدش هنا قوانين سياسية أو قوانين جنائية ولكن يقصد بها قوانين طبيعية للمجتمع يبقى أنا اخترت هنا علم الاجتماع والفلسفة ننتقل ليه سؤال 30 بيقول دراسة الإنسان من حيث نشأته وتطور ثقافته طبعا قلنا موضوع التطور له يبقى ليش قين يا إما تاريخ يا إما الأنثروبلوجيا ولكن الإنسان هنا هو عايز يدرسه من حيث تواجده في الثقافة أو في النظم فأنا هختار الأنثروبلوجيا طلاب الكرام لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الأسئلة المقررة على الدرس الأول في الواحدة الثانية وهو درس علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى تمنى ربنا عز وجل أن أكون فتك بشكل أو بآخر تكون الفيديو فعلا في حاجة تستفيد بيها أتمنى وانتظر منكم تعليقات أسفل الفيديو أتمنى يا جماعة من ربنا عز وجل نوع يوفقكم لكل خير وتشد شوية معنا الفترة دي فترة دي فترة تراخي كبيرة جدا جدا أو على الشهر دا يضحك عليك ويخليك تستسلم وتراخي كل اللي عايزه منك قفل اللي عليك أول بأول مش لازم تعمل إنجازات أنا عايزك بس تكون ماشي في المادة كده أو في جميع المواد بدون أي كسل أو تراخي قفل بس اللي عليك أول بأول تخليش أي حاجة تراكم عليك والفترة اللي احنا هنشد فيها إن شاء الله مش هتكون الفترة دي فترة نص الترمي دايما بيكون فيها تراخي لأن انت بقى لك سنين في التعليم متعود على حاجة معينة بشد في الترمي الأول وبمتحن وبعد كده بريح خمسين يوم أو عشرين يوم دي سنة الوحيدة اللي انت هتحس فيها بانكسار هنا هتحس فيها بيئة الملل هنا وده وضع طبيعي جدا ما تقلعش وما تخافش الكلام ده على الكل كل الناس هتيجي في شهر بدايات واحد كده ويبدأ الملل يكسرهم شوية أو يبدأ الفطور والتعب يكسرهم شوية ولكن ده وضع طبيعي ما تقلعش إن شاء الله مش هتطول معاك الوضع ده بس بشارط إنك تحاول ما تركمش عليك أي مواد تانية إن شاء الله تعالى تمنيت لكم بالتوفيق تحياتي لكم مصر محمد علي ويلا بينا كده أدخل على الفيديو التاني وهو فيديو الثقافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته